بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله طيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد عجل فرجهم درسنا في هذا اليوم في المسألة 179 من مسائل كتاب الطهارة في الفصل الثاني من مسائل الفصل الثاني من فصول غصل الجنابة من كتاب الطهارة من كتاب منهاج الصالحين الجزء الأول سماحة السيد السستاني مدى ظله الوارف قال حفظه الله في هذه المسألة لا فرق في حرمة دخول الجنوب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصل فيه أحد بشرط بقاء العنوان عرفا بأن يصدق أنه مسجد خراب إلى آخر المسألة في هذه المسألة يتعرض سماحة السيد مدى ظله لمسألة مهمة بعد أن ذكر فيما مضى ذكرنا ذلك في الدرس السابق أنه لا يجوز للمجنب أن يدخل المسجد أن يلبث في المسجد إلا بمقدار الاجتياز المرور مثلا الدخول من باب والخروج من باب أخرى بشكل سريع وبحيث يكون مجرد مرور وأما البقاء في المسجد أو وضع شيء في المسجد أو أخذ شيء من المسجد فهذا لا يجوز في حق المجنب وذكرنا أن المسجد الحرام والمسجد النبوي حتى الاجتياز فيهما محرم ولا يجوز فحينئذ هذا الدخول المجنب إلى المساجد كما ذكرنا ذلك هو غير جائز الكلام يحصل أنه إذا كان هذا المسجد غير عامر كان مخربا بعض الأحيان بعض المدن ونتيجة التوسعة تقوم بهدم مسجد معين لفتح طريق فيكون هذا المسجد يعني قاعا خالية طريقا يصبح طريقا هل يخرج بهذا الشكل عن كونه مسجد أو أنه تنطبق أحكام المسجد عليه بعض الأحيان لا ما يكون بهذا الشكل وإنما هذا المسجد يكون مخربا تتهدم جدرانه قد يكون نتيجة معركة أو شيء من هذا القبيل فتتهدم جدرانه تبقى أطلال منه يعني فقط مثلا أرضه بعض الجدران مثلا فلا يمكن لأي شخص أن يصلي فيه لأنه صار خرابا في مثل هذه الحالة هذا المسجد الخراب هل يجوز للمجنب أن يدخل فيه باعتباره مسجدا صار خرابا وليس يعني سالما وطبيعيا ومبنيا في مثل هذه الحالة يقول نعم ما دام يعتبر مسجد لا زال عنوان المسجد عليه يصدق عليه أنه مسجد مخرب ولذا يقول العرف في حقه هذا مسجد مخرب مسجد فيه خراب مسجد متهدم مثلا تهدمت الكثير من جدرانه وسقفه مثلا ولكن عنوان المسجد لا زال باقيا فيه ففي مثل هذه الحالة أحكام المسجد تنطبق عليه ولا يجوز الدخول إليه لوضع شيء لأخذ شيء لاستقرار فيه حتى النوم في مثل هذا المسجد أيضا لا يجوز ذلك وإنما تجري عليه أحكام المساجد الأخرى وأما إذا زال هذا العنوان كيف يزول كما قلنا إذا أزيل أزيلت الجدران بشكل كامل وأصبح طريقا مفتوحا مثل تم تبليطه وصار طريقا يسلكه عامة الناس وخرج عن هذا العنوان بعد لا يكون لا يعتبر مسجدا خرج عن عنوان المسجدية بهذا الشكل فحينئذ نعم يجوز المرور عليه يجوز وضع شيء على هذا الطريق يجوز الجلوس عليه في هذا الطريق وإن كان في أصله مسجدان في مثل هذه الحالة لا ينطبق عليه عنوان المسجدية نعم بعض الفقهاء ربما يتوقف في مثل هذه الحالة حتى الطريق حتى لو جعل طريقا في مثل هذه الحالة هذا أحكام المسجد تبقى باقية وموجودة في حق أرضه هذه الأرض لا زالت أرض مسجد وهي موقوفة قد يكون الضرورة استدعت أن يحدم هذا المسجد ويجعل طريقا للضرورة القصوى لذلك وإن كان ينبغي مراعاة عدم تهديم المسجد مطلقا مهما كانت الظروف والأسباب وتحوير الطريق مثلا وجعله يدور حوله وأخذ الأماكن الأخرى المحيط به وجعلها طريقا حتى لا يكون هناك تعرض للمسجد وتخريب له وهتك وجعله طريقا وتحويله من هذا العنوان هذا العنوان عنوان شريف عنوان مهم لا يجوز هتكه والإقدام على إزالته تحت أي ظرف من الظروف وعلى كل حال لو حصل هذا الأمر وجعل طريقا بحيث زال عنه عنوان المسجد يقول حينئذ مع ذلك لا يجوز يعني إذا أزيل تماما فيجوز الاستقرار فيه ويجوز في حق الجنوب الجلوس عليه ولكن قلنا بعض الفقهاء يتوقف في ذلك على الأقل يحتاط في ذلك وأما إذا كان باقي عنوان المسجد عليه كما قلنا بقيت جدرانه بقيت أرضه لا زال يقال عنه هذا مسجد فلان هذه آثاره هذا مكانه المسجد الفلاني فحينئذ لا يجوز للمجنب الدخول إليه والاستقرار فيه ووضع شيء فيه أخذ شيء منه هذا كل أحكام المسجد تنطبق عليه يقول لا فرق في ذلك بين أنواع المسجد سواء كانت المساجد التي هي في الأراضي المفتوحة عنوة أو الأراضي غير المفتوحة عنوة هناك هذا العنوان الفقهي هذا العنوان الفقهي يتعرض له الفقهاء بشيء من التفصيل في أحكام الأراضي وأحكام في كتاب أحكام الأراضي أو أحكام الموات يعبر عنه الأراضي الموات هناك يفصلون وقد يتعرضون لهذه المسألة أيضا في باب الخمس مثلا فالتعرض لهذه المسألة تفصيلا يأتي في محله ولكن بشكل إجمالي هناك بعض الأراضي فتحها المسلمون من خلال القتال اضطر المسلمون أن يفتحوها ويحررها من غير المسلمين في العصور السابقة في العصور القديمة فلها أحكامها الخاصة هناك أراضي فتحت عنوة هذا التعبير عنوة يعني من خلال القتال والهجوم الذي هجمه المسلمون وسيطروا من خلاله على هذه الأراضي التي كانت مصدر إيذاء للمسلمين وكانت هي مصدرا للاعتداء على المسلمين فيقوم المسلمون بتحريرها بالسيطرة عليها بالقوة فيعبر عنها أراضي مفتوحة فتحت وتمت السيطرة عليها عنوة وبالقوة فهذه الأراضي لها أحكام معينة لعله أنه من جملة هذه الأحكام يذكر بعض الفقهاء ويذكر مجموعة من الفقهاء أن هذه الأراضي ستكون ملكا لعموم المسلمين بعضها بعضهم يقول أنها تكون ملكا للإمام عليه السلام فهي مملوكة له وليست ملكا لأحد وحينئذ قد يكون يعني بناء المسجد وجعله وقفا من شخص هذا يكون هو في الحقيقة الغير مالك لهذه الأرض فمع زوال عنوان المسجد عنها سيكون هذا المكان ليس مسجدا في الحقيقة وإنما هي أرض مملوكة أما لعموم المسلمين أو مملوكة للإمام عليه السلام صاحب الآمر عجل الله فرجه الشريف في مثل هذه الحالة هي تكون أرض يعني يحق لكل أحد أن مثلا أن يدخل إليها أو أنها المسجد الخراب قد يكون في مثل هذه الحالة يجوز الدخول إليه بالنسبة إلى المجنب هذه الأمور سماحت السيد يقول لا لا فرق فيما ذكرناه من أحكام المساجد سواء المساجد التي أنشئت في الأراضي المفتوحة عنوة المفتوحة بالقوة أو المساجد التي بنيت في أراضي ليست مفتوحة بالقوة وإنما أراضي أهلها صالحوا الإمام عليه السلام على البقاء فيها وعدم فتحها بالقوة وإنما هم اقتنعوا بالإسلام شيئا فشيئا وصاروا مسلمين وصارت الأرض أرضا للمسلمين وحينئذ لها أحكام تختلف عن أحكام الأراضي التي فتحت بالقوة فهذه الأراضي التي فتحت بالصلح هذه الأراضي تبقى على ملكية أصحابها وتكون مملوكة لهم ومساجدهم وأوقافهم فحينئذ قد يقال بأنه هناك تفصيل كأنه سماحة السيد هنا يريد أن يشير إلى هذا التفصيل فيقول بالنسبة لنا الفتوى الشرعية أنه المساجد سواء كانت المبنية في الأراضي المفتوحة عنوة المفتوحة بالقوة أو الأراضي التي لم تفتح بالقوة وإنما من خلال الصلح مع أهلها وصارت أرضا للمسلمين مع ذلك المساجد التي موجودة في هذا القسم من الأراضي أو في القسم الآخر من الأراضي لا فرق في ذلك أحكام المساجد وما ذكرناه من أحكام المساجد ينطبق على الجميع كما قلنا ربما بعض الفقهاء يفصل في أحكام المساجد الموجودة في الأراضي المفتوحة عنوة عن الأراضي التي تم الصلح مع أهلها عليها وصارت أرضا للمسلمين باعتبار الصلح فمع ذلك يفصل قد يكون يفصل بعض الفقهاء في أحكام المساجد في هذه الأراضي عن تلك هنا سماحة السيد لا يذكر هذا التفصيل ويقول لا فرق في ذلك المساجد التي هي بنيت في الأراضي المفتوحة بالقوة المفتوحة عنوة والأراضي المفتوحة بغير قوة وإنما من خلال الصلح هذه المساجد كلها على حد سواء لا فرق فيها ولذا قال في هذه المسألة لا فرق في حرمة دخول الجنوب في المساجد بين المعمور منها السالم الذي يستخدم الذي ينتفع به لا زال مورد الانتفاع والصلاة والخراب وإن لم يصل فيه أحد قد يكون هذا الخراب المسجد الذي خرب بحد غير قابل للصلاة فيه لم يصل فيه أحد بقي متروكا لفترة طويلة لا يوجد من يؤدي الصلاة فيه في مثل هذه الحالة مع ذلك يحرم على الجنوب الدخول إليه والاستقرار فيه بشرط بقاء العنوان عرفا يقول هذا عنوان كون مسجد بحسب النظر العرفي بحسب ما يراه الناس يرونه لا زال مسجدا ولكن فيه خراب وهو لا زال خربا وصار خربا بشرط بقاء العنوان عنوان كونه مسجد عرفا بأن يصدق عرفا أنه مسجد خراب وأما مع زوال العنوان كما قلنا إذا أزيل تماما هذا المسجد واستخدمت أرضه طريقا أو مكانا عاما آخر غير طريق فخينئذ مع زوال العنوان لا تترتب فلا تترتب عليه آثار المسجدية معنى عدم ترتب آثار المسجدية يعني أنه يجوز للمجنب أن يجلس فيه أن يشتازه أن يأخذ منه شيئا يضع فيه شيئا كما ذكرنا بعد لا ينطبق عليه عنوان المسجد بلا فرق في ذلك في كل هذه الأحكام التي ذكرناها ما بين أحكام المساجد التي يحرم الاستقرار فيها والدخول إليها ووضع شيء فيها أو المساجد التي خربت أو المساجد التي أزيلت تماما ولم يبقى عليها عنوان المسجدية يقول لا فرق في هذه الأحكام بلا فرق في ذلك كله بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة التي فتحت بالقوة وصارت أرضا يسكنها المسلمون بعد فتحها بالقوة أو الأراضي التي لم تفتح بالقوة وإنما بالصلح والاتفاق والمعاهدة ونحو ذلك هذه لا فرق في أحكامها وبلا فرق في ذلك كله بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها المسألة 180 قال ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ولم تكن أمار على جزئيته لا تجري عليه أحكام المسجد من الطبيعي كما يشاهد الأخوة المشاهدون يلاحظ في مختلف البلدان حينما يبنى المسجد هناك مكان مسجد هو يخصص له عنوان المسجدية وتؤدى فيها الصلاة وتكون له أحكام المسجد وهناك أبنية تكون ملحقة به يتابع له موقوفة أيضا ولكنها لم يوقفها الواقف بعنوان كونها مسجد من قبيل المغاسل من قبيل الحديقة العامة التي تكون ملحقة بالمسجد من قبيل الصحن الساحة التي تكون أمام المسجد أو خلفه أو محيط به أو نفس الجدران خصوصا الخارجية منها يعني الجزء الخارجي من جدار المسجد هذه الأمور تابعة لنظر الواقف الذي أوقف المسجد فالواقف يمكنه أن يذكر في وقفيته للمسجد أن المسجد هو خصوص ما كان بين الجدران الأربعة هذه الأرض التي بين الجدران الأربعة هي مسجد أما نفس الجدار هي وقف تابع للمسجد ولكنها ليست مسجدا لا يوقفها مسجدا فنفس الجدار قد يكون غير موقوف بعنوان كونه مسجد وإنما بعنوان كونه ملحق للمسجد أو الصحن الخارجي أو المغاسل كما هو واضح لأنه يحرم تنجيس المسجد وجعل المغاسل بنفسها مسجدا هذا غير جائز فلأنه التنجيس يحرم على نظر بعض الفقهاء إذا كان يوجب الهتك بناء على نظر بعض الفقهاء الآخرين فبالنتيجة هذه المغاسل وأمثالها هي تابعة للمسجد ولكنها ليست مسجدا فحينئذ في مثل هذه الحالة ما يكون ملحق بالمسجد وهو في نفسه ليس مسجدا يجوز للجنب أن يدخل فيه ويضع فيه شيئا ويأخذ منه شيئا ويستقر فيه كل هذا جائز لماذا؟ لأنه ليس مسجدا وإن كان تابعا لمسجد كونه تابع للمسجد هذا لا يعني أنه هو بنفسه مسجد كما قلنا في صحنه وجذرانه ونحو ذلك فحينئذ يقول مع الشك في أنه إذا علمنا أنها ليست مسجدا فمن الواضح يجوز الدخول إليها أما إذا شككنا ولا نعلم أنه هذا الصحن هل هو مسجد في نفسه؟ صحيح صحن ولكنه قد يكون الواقف قد أوقفه أيضا مسجد أو الجدران نفسها التي بني بها المسجد قد يكون هذا الجدار أيضا هو مسجد فطابوقه طابوق المسجد ولا يبعد ذلك في كثير من المساجد أنه الواقف يجعل نفس الجدار نفس الطابوق أيضا مسجدا ففي مثل هذه الحالة مع الشك ماذا نفعل؟ يقول مع الشك ما دام لا يوجد دليل وأمارة وحجة شرعية على أنه هذا الجدار هو مسجد أيضا أو أن هذا الصحن هو مسجد أيضا ما دام لا يوجد دليل وأمارة شرعية أن المسلمين كيف يتعاملون معه وهذه الأمارة هذه الحجة الشرعية أما من خلال الواقف نفسه أو الورقة التي ذكر فيها كيفية وقفه لهذا المسجد هذه كلها علامات وأمارات نستطيع أن نستكشف من خلالها أن هذا الجدار هل هو تابع للمسجد هل هو يعني يكون جزءا من المسجد وهو مسجد في نفسه أو هذا الصحن أو نحو ذلك فإذا استطعنا أن نعرف ذلك من خلال كما قلنا الورقة التي ثبتت فيها الوقفية وشرح فيها الواقف كيفية الواقف أو من خلال يعني التعامل المسلمين مع هذا الجدار أو مع الصحن أنه ورثوا هذا التعامل بعنوان كونه مسجد فيكون مسجد إذا تلقوا هذا التعامل وتعاملوا معه على أساس أنه ليس مسجد تابع للمسجد ولكنه ليس مسجدا فحينئذ يكون يجري عليه جواز الدخول وعدم اعتباره مسجدا فمع الشك يقول مع الشك نستطيع أن نبني على عدم كونه مسجدا فما لم نحرز أنه الشيء الذي نحرز بالحجة الشرعية أنه مسجد نطبق عليه أحكام المسجد مع الشك في كونه مسجدا ما توجد قراء محيطة وعلامات وأمارات تدل على أنه مسجد فحينئذ لا نبني على أنه مسجد أما إذا كانت هناك قراء على كونه مسجد فحينئذ نلتزم بهذه القراء ونبني على أنها مسجد ولا يجوز الدخول إليها من الصحن وأمثاله لا يجوز الدخول إليها بالنسبة إلى المجنيب ولذا قال ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته نفس المنارة قد يكون هذا الشخص الواقف بنى المنارة ولكن لم يقصد حينما بناها لم يقصد أنها هي مسجد وإنما هي مجرد منارة تستخدم للأذان مثلا كعلامة للمسجد فحينئذ هي وقف ولكنها ليست مسجد فما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ولم تكن أمار على جزئيته على أنه جزء من المسجد لم تكن هناك قراء على أنه جزء من المسجد لم تكن هناك علامات تدل على أنه جزء من المسجد ولم تكن أمار على جزئيته وهذه الأمارة ولو كانت هي يد المسلمين عليه بعنوان المسجدية إذا كان المسلمون يتعاملون مع هذه الأشياء تعامل أنها جزء من المسجد ويعتبرونها مسجدا هذا يكفي في اعتبارها مسجدا وحينئذ لا يجوز للمجنب أن يدخل إليها أن يستقر فيها أن يضع فيها شيئا أن يأخذ منها شيئا كما ذكرنا في أحكام المساجد فحينئذ مع عدم وجود أمار على كونها جزءا من المسجد فحينئذ لا تجري عليه أحكام المساجد لا تجري عليه أحكام المساجد ويجوز للمجنب أن يدخلها ولكن كما قلنا وأكدنا أنه ينبغي للمجنب أن يتجنب الدخول إلى هذه الأماكن خصوصا ما يشك في أنها جزءا من المسجد فيراعي الاحتياط وكي لا يقع في الحرام ويتجنبه قدر المستطاع ولا يدخل إليه ولا يستقر فيه ويجري ويطبق أحكام المسجدية عليها ولو بنحو الاحتياط والاحتياط حسن على كل حال هذا ما أردنا الحديث عنه ما وسعنا الوقت بقية الكلام في المسائل اللاحقة يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد شكرا